موسيقى السلام عليكم شركة سوني تعتبر وحدة من اعرق وقدم الشركات في صناعة الهواتف المحمولة مثلها مثل نوكيا ويل جي بظل المنافسة القوية الحالية خصوصا من الشركات الصينية تكافح سوني البقاء اسمها موجودة بعالم الهواتف المحمولة على عكس من ال جي اللي رفعت الراية البيضاء وعلت استسلامها التام وبجهة نظري الشخصية فان الامكانيات والميزات اللي يتحصلها باجهزة سوني صعب تحصلها بأي جهاز اندرويد اخر ولو بشكل نسبي فاذا كنت تبحث عن مصنعية فاخرة وجودة تصنيع ممتازة في جهزة سوني بالمقدمة واذا كنت تبحث عن ميزات الاول مرة تدخل بالصناعة فتشوف اي جهزة سوني تحتل المراكز الاولى لكن سوء الادارة وعدم اتخاذ القرارات الصحيحة والاسعار المرتفعة لهواتفها جعلها تتراجع بمنافسة المراكز المتاخرة فهل جهاز سوني الجديد اللي انت عنه بشكل رسمي قادر ان يعيدها للمسار الصحيح خلونا سوي نتعرف على السوني تين مارك تري لايت وياكم محمد من قناة تيك تاين وهنا نبيكم في فيديو اليوم السوني تين مارك تري لايت بجودة ومصنعية ممتازة كعادة سوني بظهر زجاجي محمي بطبقة حماية من قورنغ من جيل السادس وبفريم من بلاستيك وبتصميم طولي سينمائي بالابعاد 21 على 9 رح تواجه شوية صعوبة بالتعامل مع الجهاز خصوصا بالوضع العمودي لكن بوزن خفيف ومريح 169 غرام وبسماك نحيفة نوعا ما بـ 8.3 ملم الجهاز يدعم شريحة واحدة نانو سيم وشريحة الكترونية E-SIM مدخل سماعة الرأس 3.5 ملم موجودة وتقنية NFC موجودة ولكن سماعة مونا وحيدة وليس استيريو بصمة أصبع مدمجة مع زر الطاقة كالنظام أمني بايومتري والأجمل والمتعودين علي من السوني حتى بأرخص أجهزته هو وجود مقاومة للميو الغبار بمعيار IP68 يعني الجهاز يتحمل غمر بالماء العمق مترونوس والمدة 30 دقيقة لكن نقطة القوة بالجهاز مو بتصميمة وإنما بشاشته شوفوا شلون بس قبل ما ندخل بالشاشة لايك الفيديو واشترك بالقناة إذا لمشترك مشكور مقدما على دعمك المستمر لنا لكسبيريتين مارك ثري لايت أجه بحجم شاشة صغير 6 إنج من نوع OLED بدقة HD Plus 1080x2520 بيكسل وبكثافة بيكسلات هي الأعلى بأي هاتف فئة متوسطة 457 بيكسل لكل إنج تدعم الشاشة لتقنية تحويل المحتوى العادي إلى HDR ودعم لدقة لونية 10 بيت بشكل مبني في بناء للشاشة وهذا الشيء يسمح للشاشة بإنتاج ألوان بالطيف اللوني DCI-P3 Color Gamut ومعدل 1 مليار تدرج لوني وشاشة تدعم تقنية تريمنيوس اللي يتحصل من خلالها على صور بوضوح عالي وفيديوهات بجودة عالية وبنويز قليل حتى بسط عليكم الأمور تقنية تريمنيوس أبارة عن دمج ما بين الألوان حتى تحصل على صور مشبعة بألوان زاهية وحيوية أيضا سطوع الشاشة جيد يوصل إلى 700 نتس وأيضا موجود على الشاشة طبقة حماية من غورينغ من جيل 6 ولكن وللأسف بوقت سوني متمسكة بتردد شاشة 60 هيرتز فقط هذه خيبة أمل خصوصا في فئة الجهاز السعرية كان من الممكن أن ترفع سقف المنافسة مع الشركات الأخرى على الأقل 90 هيرتز أيضا تم تزويد الجهاز بمعالج فهم توسطة من كوالكم من طراز السناب دراجون 690 بعمرية تصنيع 8 نونومتر وبمعالج رسومي من أدرينو 619L وبرام 6 جيجا بايت من طراز ال LPDDR4X وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجا بايت من نوع UFS 2.1 مع هذا المعالج فبالاستخدام العادي والمهام اليومية رح يكون عندك الأداء جيد ونادر ما تشوف تقطيعات أو تهنيقات لكن مع اللعب القوية مثل بوب جي فما رح تقدر تلعبها على أدادات عالية فقط أدادات متوسطة تقدر تلعبها براحتك البطارية هنا عندك بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع لكوك جارج بقدرة 30 واط من خلال مدخل الشحن التايب سي الأحدث 3.1 بالنسبة للكاميرات فكاميرات الجهاز تعتبر جيدة قد كاميرا أساسية بقوة 12 ميجابيكسل فتحة عدسة F1.8 تدعم التركيز التلقائي للصورة وكاميرا ألترا وايد بدقة 8 ميجابيكسل فتحة عدسة F2.2 بزاوية تصوير 120 درجة وكاميرا تليفوتو بدقة 8 ميجابيكسل فتحة عدسة F2.4 تدعم التقييب البصري لحد 2X عندك إمكانية تصور فيديوهات بدقة 4K بسرعة 30 أطار بالثانية وكاميرا السيلفي بدقة 8 ميجابيكسل فتحة عدسة F2.0 آخر جانب نحجة عنه بهذا الجهاز هو سعره عنات عنا سوني باليابان بسعر 425 دولار تقريبا ما يعادل 640 أو 650 الجهاز يقدم مواصفات محترمة جدا إذا أخذنا بعيني الاعتبار اسمي لبراند وجودة المصنعية لكن هل أنت مستعد تدفع هذا السعر بهيش مواصفات؟ أتركوا الجواب التقييم لكم أصدقائي هذا ما عدنا في فيديو اليوم ونشوفكم بالفيديو القادم في أمان الله